بالحقيقة أي تمويل مالي بقضية معالجة ملف كورونا لم تمول حكومة محافظة صلاح الدين بأي مبالغ مالية بهذا الخصوص أغلب التمويل الذي صار هو تمويل باتجاه وزارة الصحة دار صحة صلاح الدين تم صرف مبالغ مالية لتعزيز القدرة السعابية للأسرة توفير الأدوية توفير المعدات اللازمة للسيطرة على وباء كورونا حقيقة كان كل الجهود اللي موجود جهود فردية من الحكومة المحلية على وضحها بعدم وجود تخصيصات مساعدة الكثير من المساهمين بتوفير أجهزة من أبناء المحافظة ودعم المحافظة من خلال هذه الأجهزة والمعدات للتنفس للتحليل إلى ذلك كان هناك أعداد كبيرة من المتبرعين ناس أقاموا مستشفيات على نفقتهم الخاصة مثل ما حدث في سامرة دعما لأهاليهم في سامرة هذا الدور التنسيق الكبير اللي قمنا به كان دور مجاني لم تموين الحكومة المركزية بأي مبالغ مالية على هذا الموضوع بالذات كحكومة محلية وأنما الصحة لا تم تبوينها بمبالغ لم تكون ذلك مبالغ كبيرة ولكن مشت شو نقول مشت أنها حاجة بس يعني أنت اعتمدتوا على التمويل مال الصحة بس بهذه الأزمة إي فقط إي بس اعتمدنا على التمويل مال الصحة مو كحكومة داغت الصحية اللي قامت بالتمويل وقامت بالعمل اللي يخصها كذا على الصحة مو إحنا كحكومة دخلنا بالتمويل هذا طيب أنتوا كحكومة شون منين صرفتوا خلال هاي الفترة لعد يعني أي مبالغ مالية ما صرفتنا من قبل الحكومة المركزية قلت لك اعتمدنا على المتبرعين بالدرجة الأساس اعتمدنا على المساهمات اعتمدنا على بعض المقاولين اللي أبدوا استعدادهم لدعم الحكومة المحلية بالمحافظة صلاح الدين لنجاحها لإنجاحها بقضية التخطي أزمة كورونا كونها مصلحة عامة نعم فتم تمويلنا من بعض المقاونين من بعض الجهات حتى وأن كان تدخل شخصي من الأخ السيد المحافظ بتوفير بعض المبالغ المالية من بعض الجهات الميسورة من أجل تمشية الحال بالفترة السابقة